اشتركوا في القناة قالوا له انت كانت عندك بعض الهنات في حياتك بعض المشاكل فكيف نرات في هذه الحالة قال ان الله غفر لي بعملين العمل الاول انه دائما كان هناك يتيم في بيتي هذا الانسان الذي لا والد له الذي لا والدة له هذا الطفل يحتاج الى حماية يحتاج الى رعاية يحتاج الى عناية بيتي ما كان يخلو من يتيم بيت رسول الله صلى الله عليه وآله ايضا ما كان يخلو من يتيم انه دي كان يحب ان يكون في بيت ايتام يتحنن عليهم يتعطف عليهم يمسح على رؤوسهم كنت اعتني بهؤلاء اليتامة الشيء الثاني كان يقوم في منتصف الليل حينما كانت العيون هاجعة والناس انهيام كان يتوضى ثم كان يخاطب الله سبحانه وتعالى يقول يا الله اي جهة اي جاوية من جهنم اعددتها لي وكان يبكي وكان يتعلم في منتصف الليل هي هذه الكلمات هي هذه الحالة كانت سببا لنجاته في ذلك العام واحد يذهب الى قرائم شو القيمة مجلس قد يكون هذا المجلس سبب نجاتك عند الله يوم القيامة لان الله ما قبل منك الاعمال الكبير نحن ما نعلم نحن نقوم بأعمال كبيرة لكن ما هي قيمتها عند الله لا نعلم هذه صلواتنا اللي نصليها مقبولة عند الله أنا أدري هذه الصلاة هل فيها رياء وهل فيها سمعة لا نعلم هذه المشاريع الخيرية التي نقوم بها هل فيها محاولة لتخليد الذكر أن أذكر إذا العمل ما كان ينسب إليه أنا كنت أقوم بهذا العمل إذا ما كان يقال طبع هذا الكتاب على نفقة الوجيه الفلاني كنت أطبع هذا الكتاب لا أعمل فلعل الأعمال الكبيرة التي نقوم بها ما مقبولة عند الله هذا المجلس الصغير الذي تقيمه تقبولا عند الله ذهابك إلى هذا المجلس وإن بدى لك صغيرا ولكن قد يكون هو هذا العمل مقبولة عند الله هذا مو معنى تواحد يترك الأعمال الكبيرة يفعل الأعمال الكبيرة ولكن أيضا يفعل الأعمال الصغيرة إن الله أخطى عدة أشياء في عدة أشياء ومن جملة هذه الأشياء أنه أخطى رضاه في طاعته في يا عمل من هذه الأعمال مرضات الله تعالى لا أعلم لعل حلمك عن زوجتك هذا فيه مرضات الله عندما تدخل في البيت وتستفذك ظالمه حلمك عن زوجتك لعل هذا العمل هو سبب نجاتك عند الله فلا تستصر هذا العمل سوّ هذا العمل لعل حلم المرأة عن زوجها والرجل لها ظالم هو سبب نجاتها عند الله تعالى لعل خدمتها لزوجها هي سبب نجاتها عند الله تعالى نتستصر هذه الأعمال فمن يعمل لتقال ذرة خيرا يرث ومن يعمل لتقال ذرة شرا يرث كل شيء نعمله في هذه الحياة بعض الصحابة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يتصورون أنه فقط الله تعالى يلافظ الأعمال الكبيرة ما كانوا ينفقون القليل لأنه ما هي قيمة هذا القليل عند الله ما هي قيمة الدرهم عند الله تعالى كانوا يفكرون أنه فقط الله تعالى يحب العمل الكبير هذا هو المحبوب عند الله تعالى وكانوا أيضا بعضهم يستهين ببعض الظنوب كما نحن والعياب بالله بعضنا قد نستهين ببعض الظنوب ما هي قيمة هذه الكلمة وما قيمة هذه النظرة فنزلت هذه الآية لا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرث درهم واحد لا يقول أنه ما هي قيمة هذا الدرهم تجد فقيرا عندك درهم واحد لا تخجل من إعطاء الدرهم أعطي الدرهم هذا له قيمة عند الله وترى هذا الإعطاء في يوم القيامة أو أنه هناك حجر في الطريق شنو قيمة إذا حجر في الطريق ما هي قيمة عندنا ولكن عند الله له قيمة تعمل هذا العمل وله قيمة كبيرة عند الله تعالى أنت أويت إلى فراشك منهك متعب بعد يوم من العمل الشاق مثلا ما تتمكن في بعض الأحيان واحد أن يتكلم ألفاظ ما يتمكن يتكلم ولكن هذه الألفاظ لها قيمة كبيرة عند الله ربما هاي الألفاظ تكون سبب نجاتك عند الله يوم القيامة اشتركوا في القناة